فدى مصدر أمني في ناحية حرير بمحافظة أربيلا بأن مطار حرير استهدف من جديد بمسيرة مفخخة ظهر اليوم السبت المصدر أوضح أن الطائرة المسيرة سقطت قرب قاعة المطار وانفجرت مبينا أن القاعة التي كانت أخليت في وقت سابق وتعرضت إلى أضرار مادية وأضاف أن الدفاع المدني في الناحية أكد الخمس الماضي باندلاع حريق ضخم في المطار جراء تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن تعرض قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في حرير إلى هجوم أبرى طائرتين مسيارتين مفخختين بوقتين منفصلين هذا ولد القوات الأمريكية قاعدتين في إقليم كردستان في أربيل وحرير ضمن قوات التحالف الدولي وبطلب من الحكومة العراقية